تقوم أنثى العنكبوت بقتل الذكر بعد أن تنجب الأولاد وتلقيه خارج البيت وبعد أن يكبر الأولاد يقتلون بعضهم بعضا بيت عجيب من أسوأ البيوت حيث إنه ليس هناك بيت أطعف من بيت تنهار فيه العلاقات الأسرية بهذه الطريقة لقد وصفها القرآن بآية واحدة وهي قوله تعالى وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون سبحان الله لقد كان الناس يعلمون مدى الوهن في البيت الحسي للعنكبوت لكنهم لم يدركوا الوهن المعنوي إلا في هذا العصر وبالتالي جاءت الآية لو كانوا يعلمون ومع ذلك يسمي الله تعالى سورة كاملة باسم هذه الحشرة السيئة الصيد ويتكلم عنها في آية مع أن السورة تتحدث من أولها لآخرها عن الفتن البداية كانت قوله تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وقوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله قد يتبادر للذهن هذا السؤال ما علاقة الفتن بالعنكبوت؟ الجواب إن تداخل الفتن يشبه خيوط العنكبوت فالفتن متشابكة ومتداخلة لا يستطيع المرء أن يميز بينها وهي كثيرة ومعقدة ولكنها هشة وضعيفة إذا استعن بالله تعالى اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن